من جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على ضرورة وجود تحالف دولي في الشرق الأوسط من أجل السلام والأمن خلال كلمتي أمام البرلمان الإسباني اتهم سانشيز رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتانياهو بأنه يعرض للخطر حل الدولتين وذلك في الشرق الأوسط من خلال سياسة المعاناة والدمار التي ينتهجها في قطاع غزة بعد التوصل إلى توافق بين الحزبين الذين يشكلان الحكومة الائتلافية التقدمية وتكسيدا لمشاعر الأغلبية للشعب الإسبانية ستوافق إسبانيا في أسامن والعشرين من مايو الحالية على الاعتراف بدولة فلسطين إذا كان هناك شيء واحد واضح بالنسبة لي فهو أن رئيس الوزراء نتانياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين نتانياهو يسبب الكثير من الألم والكثير من الضمار والعنف هناك قدر كبير من الضغينة في غزة وبقية فلسطين مما يجعل جدوى حل الدولتين في خطر شديد ترجمة نانسي قنقر